السلام عليكم كيف دايري اللبس عليكم إن شاء الله تكونوا كاملين على خير و بخير وتكونوا بقتم صحة و العافية يا رب والتاتي من الفيديو السابق سمحولي سعطلت عليكم الفيديو كان عندي مصور ولكن ما قدت نديل المونتاج لكم عارفين مع ما شغل الدنيا الوليدات و كانت الوليد المدرسة فهي مسؤولية لهذا تأخرت عليكم و نطلب منكم سماحا الناس اللي تتناولوا الوصفة بإصبال الطبق اليوم فهو فاسي مية في المية كيد دار في مدن واحدة اخرى والكيم طارق عاوة واحدة اخرى إن شاء الله الوصفة اليوم تعجبكم داروها حتى تتمل ولداتكم والضيافكم وأكيد غدي تحمر لكم وجهكم والطبق اليوم فكان هو التريد بالدجاج بالطريقة الفاسية كما قلت لكم في الأول بنسبة لقاطة الوالة اللي شفتوا في الفيديو فهما موخورين من الفيديو السابق اللي غدي نخلي لكم صندوق الوصف طريقة بشر ملت الدجاج والعطرية اللي ذرت له و كذلك الطريقة دي الغسل الدجاج بش يجيكم الدجاج ديالكم بنين فتبعوا غير الفيديو أكيد إن شاء الله بإذن الله كما قلت لكم غدي تصوبوا هاد الدجاج هذا و غدي يعجبكم بزاف وهنايا أول حاجة خديت لكم هنا يدر الجوش كوكوتا لأنني ما عنديش طنجرة وهي كبيرة فأطريط ننضيع جوش ديال كوكوتا لنضرب زيت الزيتون و خلط مع زيت المائدة ودرت مع أحد البصيرة لإنشلدة وعود القرفة واضفت واحد شوية من الزحفران شعرة هنا لحاجة اللي ذرت له هاد كوكوت كندير هالكوكوتا لغرة وضع الماء مرتفع لأمراء الماء لنضبط الماء لنضرب الماء يومقوص ماء ويقوم بأسهل ويقوم بأسهل نضيف نارض نبتل بأسهل لا يحقق ويقوم بإضافة خلال يقوم بأسهل نضيف الماء اضفت اضافة شرائح طويلة اضافة اخرى اضافة اخرى اضافة 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 إضافة بصلة أضافة اضافة سكر اضافة اضافة الناس اضافة السكر سيكون حلوة كما تكون حلوة لدينا محلوة و في نفس الوقت نحرك حتى مريق نضيف مرق من الكوكوت من المرق من العسل والقرفة والمسكة الحرة ما معي نقوم بعمل مرق من المرق ننتج كما تفضل مرق كما تحتاج ننجد الوقت أكثر مضيف ما سنجعل أي مرق دعون نحن نريد تفاية لتخفيفة لكي يفزق المرق نضيف الكسكاس و البرماء و نسخنه في نفس الوقت نهزهم هنا بطريقة شوائية و نضيفهم في الكسكاس و بالنسبة للبصيلة لتضغمرها سواء الجج محمر نضيفها مالحة أو تفاية حلوة فدائما نقص النار باش تنجح معنا الوصفة نطيبوها على نار مهيلة و نقليوها غير بشوية باش جينا بنيناء و ما تتحرق شو تاخد واحد اللي هو خايب و ما ذاك خايب هنا يجبت واحد شوية للمارق هادك التريد كي سخن و انا سقيت واحد شوية ماشي بالساف كي بما شفته و نضيف عوتاني الطبقة الثانية من التريد دائما على نار اللي تكون مجهده باش الفارق يلحق ذاك التريد و نسقيه بشوية للمارق و هنا من بعد ما سخن التريد فطريقة التقديم غنديلكم طريقة تقليدية الفاسية على حقها وطريقة و انتوما طبعا تقديم كيبقى اختياري ممكن تقطعوا هاد التريد او تحطوه صايم بحالي كنديلو انا فانا كنهزو مغير هكا كذك الوريقات ديال تريد اللي يسخنوه وارطابو بدك تفايلة اللي فورناهم ومسقين بدك المريقة كنهزو هكا كبطريقة عشوائية بحالي غندير شاشيش وكننسل التريد ديالي غادي ندور الغطار كامل بالتريد و كيف ما قلتكم إلا بغيت انتوما تقطعوا فالاختيار كيبقى ليكم ولكن هادية الطريقة باش كي يتقدم التريد الفاسي هنا سمحوا لي فانا احسابتني لاني كنصور ومشالي المقطع استسمح مهم ما درتحت شي حاجة واحدة اخرى من غير انني نزلت الجاج من بعد ما حمرته شوية في الفران اخده واحد لوين مذهب وحطيت عليه واحد شوية ديال دكتفايل اللي يصوبنا من البصلة غي شوية ماشي بزاف ما كتبش لان كل واحد ودوق دياله فانا غنسلهم في الغطائرات وهما ياخدوا القياس اللي يبغوا هما ديال التفايل او ديال المارق سقيت غي شوية ودرت واحد رشا ديال لوز اللي يمفصخ في المطائب ومقلي في الزيت ومهرمش فالكمية ديال لوز كتبقى على حسب الاختيار انها هي اكترت شي شوية عندي تقريبا علي نسكيلو ديال لوز اللي صوبته كيف ما قلت لكم مفصخ ومحمر في الزيت ومهرمش وغير نبدأ نهز ذاك الوريقات اللي خليت في الكسكاس يبقى وسخيخنين ونديرهم فوق دكتجاج وهنايا غدي نحاول ندير واحد الوريقات بحشكلة شيش فلوس ونحط فيها بيت سمان هنا كإضافة يعني ممكن ما تديرو شقاع هاد البيت ممكن ديرو البيت الكبير وتقسموه مهم الطريقة ديال تزين كتبقى اختيارية ودرت واحد شوية ديال المارق على هاد البيت ديال السمان بش حتى هو يجي بنين وغن نرش رشة الاخيرة باللوز كيف ما شفتو فهت طبق صوبته العائلة ديالي الخوتي واختي ورجلها وكان حتى الزوج ديالي حاضر فتجمعنا على هاد الطبق والوليدة ديالي لها ليخطيها علي الله يخلي لكم حتى انتم ما ولديكم وتبقى وتجمعوا حالها كما احبابكم وتكون اللمه زوينة مع الاحباب والناس اللي اعزازين دائما عليها طبيلتي جات عليها تشكلة حطيت واحد شوية ديال المارق في السلايف اللي بغا يزيدي يسقي وشوية ديال دكتفاية اللي ذرت فبغيت نعطي لها الطبق الحق ديالو ما بغيتش ندخله في شي روتين او في شي فيديو واحد اخر بغيت نعطي للوصفة حقها بالكامل وصفة اللي هي اصيلة وزمانية على حقها وطريقها نتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم جا واحد للبناء ما جهيتكم فيها غزال وبنين حيث عطيته حقه لفت شرميلة ولفت طياب ونتمنى ما نكون شهيت حتى شي وحده وحتى اللي جهيته وكانت مقريبة مرحبا بيها نتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم ويلا عجبكم احبيبات ديالي ما تنسونيش من لايك واللي كتشوف القناة ديالي بالصدفة كان قولها حبيبتي اشتركي وفعلي زر جرس باش توصلي بكل جديد القناة برضه جي مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل الفائضة شكرا لكم دائما لهلي خطيكم وصل اللي لفرسكم واسلام عليكم